الحمد لله عشاءكم خير أنا زعلان منكم ليه؟ كيف ورقة رابحة وتنسوني؟ أفا اسألوا الأستاذ وليد أني ورقة رابحة ولا لا؟ أنت مدرب مدرب رابح كيف ما اخترتوني مدرب؟ لو بيديك أنا اخترتك عموماً ترى وليد ما وصل لي فكرة البرنامج نعم ما عرف يشرح لي فكرة البرنامج لأنني أنا مقدم البرنامج هالي نعم فودي بدر وعبد الله وأحداً منهم يشرح لي فكرة البرنامج بصورة كذا أكبر طيب بالبداية قبل ما أدخل ببرنامج الورقة الرابحة أحب أن أعبر عن ساعات بانضمام إلى أسرة المجد التي جمعت الكثير من المبدعين والمنتجين والمخرجين ونثرته حباً لملايين المشاهدين الله لا الله والله تحتاج صفح الله 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 ما شاء الله عليكم صفح تستاه زميل ما شاء الله تبارك الله بداية حلوة طيب فكرة البرنامج عبارة عن فريقين فكرة البرنامج عبارة عن فريقين الفريقين هذول يتنافسون في كثير من المواهد حلو وبينهم يكون المسابقات ويكون بينهم كثير من المتعة والبسمة والتلفية حلو عبد الله كل فريق عنده كابتن ولا لا كل فريق معه مشرف اهه مشرف وكل فريق أربعة مع مشرف فيه يعني أربعة مشاركين مشرف هو المدرب ومشرف اللي هو يعتبر الكابتن أو المدرب أو القائد الفريق تمام كل فريق فيه أربعة بالإضافة إلى قائد يتنافسون في ثلاث حلقات السبوعية ما شاء الله ثلاث حلقات يعني بتجون ثلاثة أيام بإذن الله تعالى طيب خلونا بما أنها منافسة حددوا الفرق انتهوا شكلوا الفرق عارف أنت فريقك مين قول طيب قول خلينا نقول للناس أنت فريقك مين يعني أنا وأصيل قحطاني وتميم الفوزان وبدر فريق واحد أنتم لا مفروض تجيبوا منك الفريق واحد أنتم طيب إذن يوم متحمسين من قائدكم قائد تركي تركي القصير تركي القصير واحتمال احتمال احتمال أقول بتركي القصير كده واجه مكانه وتيجي مكانه احتمال وأنا احتمال أقول بالمقدم كده واجه مكانه إن شاء الله بدنا تعالى طيب بما أنكم أنتم فريق واحد إيش تقولوا للفريق الثاني اللي ما جاء حتى الآن أخاف يزعلهم مننا نبغى دسالة كده تحدي للفريق الثاني أبا أقول أنا للفريق الثاني نصيحة لا يجون للبرنامج عشان بنكسر روس الفائز محسوم الفائز أمرا يعني يعني مفروض يكون معنا واحد من فريق الثاني مين تحرفون منهم من الفريق الثاني مبارك 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 القحطاني لا مبارك القحطاني لا العيضة أيها طيب وفراس سليمان ومين بعد واحد اسم عبدالله واحد اسم عبدالله واضح لكم ما قريته الخاص يا جماعة عموما مبارك وفراس وعبدالله والرابع اللي معكم ترى الفريق قاعد يتحدى وانتم موجودين صراحة لكن أثبتوا لهم قلوا لهم الميدان يح ميدان قائد الفريق الثاني منه يا عصيل قائد الفريق الثاني مبارك لا بما إن المعلومات اللي عندهم غير مكتملة خلوهم لأن الفريق الثاني حيواجههم مواجهة شرشة جدا هما ما يعرفوا حتى الآن أنا ما حوضع لكم شي هخلي كل حاجة وقت البرنامج المفروض يجون يثبتون اللي هنا لا 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 يمكن هم محضرين لك مفاجأة أصلا هم خايفين فيما جاءوا هما ما معتمدين على عنصر الغموض يا هاني عنصر الغموض الواضح مش عالي لأوليين حنا نجي من هدفة كي تكاعد تحرش يا هاني يا طيم العافية نشكر بدر الحسين وعبدالله النقيب أنا تواجدهم الورقة الرابحة ستشوفوا إن شاء الله على قناة مجد ثلاث حلقات في الأسبوع تحدي بين فريقين وبإذن الله تعالى أنتوا في البيت من خلف الشاشات حتى تنقسموا تشجعوا مين ولا مين